موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابة وقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية بدايتها بالعنوين موسيقى برعاية خادم الحرمين الشريفين الرياض تحتضن المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع موسيقى وسائل إعلام أمريكية بايدن الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة بعد فوزه بأصوات بنسلفينيا موسيقى ترامب يؤكد عزمه المضي قانونيا ويحذر بايدن من الإعلان الانتصار موسيقى كورونا يواصل تحطيم الأرقام في أمريكا وأوروبا تشدد الإجراءات لمكافحته موسيقى موسيقى أهلا بكم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض غدا فعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع تخيل المستقبل الذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة والأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين والذي يقام ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين ويأتي المؤتمر الذي وجه المقام السام بإقامته كل عامين انطلاقا من الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة منذ تأسيسها قبل عشرين عاما ويقدم بطريقة مبتكرة تدمج بين الحضور الفعلي والمحاضرات عن بعد بمشاركة شخصيات محلية وعربية وعالمية حصدت المملكة اليوم جائزة عالمية لتمكين المرأة من الاتحاد الدولي للاتصالات في قطاع الاتصالات والتقنية المعلومات لعام 2020 والذي يعكس دعم القيادة الرشيدة لدور المرأة بكافة المجالات وتمكين الشابات في دفع عجلة التنمية ضمن خطط برنامج التحول الوطني وطموحات رؤية المملكة 2030 ويأتي الانجاز نتيجة لما حققته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال برنامج تمكين المرأة في القطاع بحصولها على جائزة متساون في مجال التقنية في مسار الريادة التقنية التي تمنحها وكالة الأمم المتحدة بهدف تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين من خلال إبراز البرامج التي تعد نماذج ملهمة ومتميزة على مستوى العالم أشهد وزراء وسفراء بالأمم المتحدة بإنجازات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في دعم الاقتصاد العالمي للتعافي من الآثار السلبية للجائحة وتعليق خدمة الديون عن الدول الفقيرة خلال هذه الأوقات جاء ذلك خلال فعالية افتراضية نظمها وفد المملكة لدى الأمم المتحدة حيث أكد السفير عبدالله المعلمي في كلمته أن رئاسة المملكة استثنائية وستخلد في الذاكرة الدولية في ظل الظروف التي واكبت الرئاسة مشيدا بالإنجازات التي تحققت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والتي تحكس الدورة المهمة للدبلوماسية السعودية متعددة الأطراف في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة والتصدل الأوبئة بوسائل تشمل تبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب واحترام حقوق الإنسان بدون تمييز أو عنصرية وافقت الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقييس للدول الإسلامية على تأجيل انتخابات المعهد وتمديد فترة تولي رئاسة المملكة حتى نهاية 2021 للميلاد ويأتي ذلك امتداد الانتخاب المملكة لرئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقييس للدول الإسلامية للفترة من 2018 إلى 2020 للميلاد جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للمعهد التي عقدت افتراضيا بمشاركة وفود 39 دولة إسلامية وثلاث دول أخرى بعضوية مراقب بالإضافة إلى نواب رئيس مجلس الإدارة والأمانة العامة للمعهد وناقش الاجتماع عدة مواضيع مهمة لضمان استمرارية الأعمال وتيسيرها أثناء الجائحة كما ناقش قضايا عضوية واشتراك دول جديدة في المعهد وهي اليمن واتشاد وبنجلادش إلى جانبي ذلك أقر المجتمعون الخطة الاستراتيجية للمعهد الإسلامي للفترة 2021 إلى 2030 للميلاد وتقرير المدقق المالي الخارجي 2019 وموازنة عام 2021 للميلاد وحصة مساهمات الدول لنفس العام بعد أربعة أيام من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية مصادر إعلامية تعلن انتصار جو بايدن على دونالد ترامب وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 290 من أصوات المجمع الانتخابي بعد الفوز في ولايتي بنسلفينيا ونفادة مما يعني أنه سيصبح رئيسا للولايات المتحدة اعتبارا من يناير القادم وأمن الفوز في ولايتي بنسلفينيا لبايدن تجاوز عتبة 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة بدوره طالب جو بايدن المجتمع الأمريكي بتوحيد الصفوف وترك الخلافات التي تركتها الانتخابات مبينا سعادته باختياره رئيسا للبلاد وتعهد بايدن بأن يكون رئيس جميع الأمريكيين معبرا عن تشرفه بالثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في شخصه قائلا لقد صوت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيلة غير مسبوقة ومع انتهاء الحملة حان الوقت لتجاوز الغضب والتصريحات القاسية وتوحيد الصفوف كشعب واحد حان الوقت كي تتحد أمريكا وتبرأ فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن مؤكدا أن الانتخابات لم تحسن بعد وتحدث ترامب عن حدوث عملية تزوير في سير الانتخابات الرئاسية الحالية مشددا في بيان له على أن بايدن يستعجل في الإعلان عن فوزه وبين ترامب أن حملته الانتخابية تنوي رفع دعوة قضائية لاثنين القادم ضد ما حدث في الانتخابات من تجاوزات للمزيد حول ملف الانتخابات الأمريكية ينضم إلينا الآن من واشنطن الباحث السياسي كاتو سعد الله أهلا بك معنا أستاذ سعد الله طبعا الآن نحن فيما بين إعلان لفوز بايدن برئاسة أمريكا خلال الأربع سنوات المقبلة وما أعلنته حملة ترامب بأنها لن تعترف بهذا الفوز وترامب يقول أنه لن يشعر بالارتياح حتى يتم فرز الأصوات جميعا وأنه سيتجه إلى الطعن على نتائج هذه الانتخابات يوم الاثنين القادم ما هو مصير هذه النتيجة؟ هل بالفعل حسمت رئاسة أمريكا خلال الفترة القادمة؟ نعم تحية طيبة طبعا بالبداية هذا كان متوقع جدا يعني اليوم سيعلن عن فوز بايدن بالولايات المترجحة التي تحكمها الديمقراطيين رغم أن الرئيس ترامب لحد هذه اللحظة يقول هو الفائس وبيننا المحكمة ولكن الواقع أخي العزيز كان هذا هدف الديمقراطيين ومع بعض الجمهوريين الذين ساندوا جو بايدن في هذه الحملة بإزاحة ترامب سواء منذ بداية تسلم الحكم من محكمة مولر ومن ثم الاتهام في الكونغرس وهذه كانت المحاولة يعني كانوا مصررين أن يزيحوا ترامب من المشهد لأن كان عائقا في طريقهم ولكن أنا لا أريد الاستعجال سيكون هناك أنا بفكري وتصوري بأن الحزب الجمهوري سوف يضغط على ترامب بقبول بالنتيجة وإعطاء الفرصة إلى بايدن بأن يكون الرئيس السادس والأربعين إذن المتوقع أستاذ كاتو أنه سيكون هناك ضغط على ترامب من قبل الجمهوريين كما حدث في فترة سابقة عندما تم الضغط على هيلاري كلينتون للاعتراف بفوز ترامب في الانتخابات الماضية وفي حال توجه ترامب وصمد في رأيه واتجه إلى طاعن في الانتخابات أمام المحكمة ما هو السيناريو القادم برأيه؟ هاي هنا المشكلة يعني إذا الحزب الجمهوري كلهم لا يساندوا يعني والشارع الأمريكي ما نعرف لحد الآن شنو يعني وجهة نظر الشارع الأمريكي المتبقي يعني ليس الذين يحتفلون اليوم وهنا ستؤثر طبعا الإعلام ضد ترامب وكما نعلم والميديا والبيك تيك هذولا التويتر والتغريدات كلها ضده فهذا الذي سوف يؤثر ولكن أنا يعني يوم أمس معلومة أنه لينزي جرام يعني قال كلام خطير قال أنه أنا مستعد التعاون مع الرئيس المنتخب جو بايدن يعني من الصقور الجمهورين إذا يصرح بهذا الكلام فمعناه أن الجمهورين سوف يضغطون على ترامب ولا ننسى يوم أمس يعني حسب المعلومات الكثير من المستشارين ترامب أنفسه قالوا له بأن يتقبل النتيجة ولكن ترامب لا يريد أن يترك النتيجة بسهولة هناك تخلي عن ترامب من قبل كبار الجمهوريين في الفترات واللحظات الأخيرة من هذه الانتخابات ولكن إذا تم التسليم بفوز بايدن وهذا هو المتوقع وأصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يهمنا هنا الحديث عن منطقتنا العربية هل تتوقع أن يكون هناك متغيرات بشكل سريع لو سمحت نعم بشكل سريع أنا قبل أيام قلت في برنامجكم بأن على الدول العربية من الآن تخطط ماذا كيف سيتعامل مع الرئيس الجديد والحكومة الجديدة الأمريكية هذا مهم جدا وأنا أتوقع عليهم أن يكونوا محايدين والتعامل ولكن نقطة مهمة ترامب لن يترك الساحة إلى جو بايدن يعني بتنفيذ مخططاته كما كان قبل أربع سنوات مع أوباما لأن ترامب غير الكثير في الشرق الأوسط سواء بالاتفاقية السلام الإسرائيل العربي مع الدول العربية الخليجية وكذلك أنه وضع عقوبات مرة أخرى على إيران وانسحب من الاتفاقية فالطريق ليس سهلا لجو بايدن كما يظن الكثيرين أنه أصبح رئيس وسوف يغير كل شيء هذا يحتاج إلى وقت ولا ننسى النقطة المهمة على الدول العربية عليها أن تتواصل مع الحزب الجمهوري في الكونغرس لأن هم الآن يسيطرون في مجلس الشيوخ وسيكون لديهم تأثير كثير على بايدن وأنا أتوقع بأن الحكومة المقبلة ستكون أمامه صعاب وليس سهلا كما يتوقع الكثيرون ولا نعلم بعد شهرين ترامب سيكون لا زال رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ولديه كافة الصلاحيات لا نعلم ماذا سيفعل هو وحكومته تجاه بعض القضايا الذي كان لا يريد أن يدخل مثلا في حروب أو في ضربات إلى مناطق محددة لا نعلم ماذا سيفعل هل سيزيد العقوبات أو يضع طريقا صعبا لبايدن عندما يترك الحكم له أشكرك الكاتب والباحث السياسي الأستاذ كاتو سعد الله كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا بدورها حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف على تمكين القاصدين من أداء العبادة والمناسك في بيئة آمنة وطاهرة حيث عملت على خطة لاستقبال الزوار والمصلين التي تضمن من خلالها سلامة وصحة الجميع للحديث أكثر حول هذا المنضوع ينضم إلينا من المسجد النبوي الشريف مراسل أخبار السعودية الزميل مصطفى عباس أهلا بك مصطفى إذن عملت رئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على خطة لسلامة الزوار والمصلين كيف كان سير هذه الخطة وما هي التفاصيل أيضا التي ستحدثنا عنها أهلا بك زميلي هلال والسادة المشاهدين الكرامين كنتم أسعد الله من ساكم بكل خير من هنا من هذه الساحات المباركة من المسجد النبوي الشريف لا شك ما ذكرت هلال في سياق المقدمة اليوم مكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف تعمل على خطة منظمة لاستقبال الزوار والمصلين داخل هذه الساحات وداخل هذه الأربقة المباركة من المسجد النبوي الشريف وذلك طبعا بالتعاون مع العديد من الجهاد على رأسها طبعا وزارة الصحة كذلك وزارة الحج وكذلك أمن المسجد النبوي الشريف هنا في المسجد النبوي الشريف وفي هذه الأيام تزامنا مع المرحلة الثالثة من العمرة والزيارة في المدينة المنورة كذلك في مكة المكرمة تستقبل المدينة بصدر رحب وبتنظيم منظم جدا هنا في هذا المسجد المبارك هؤلاء المصلين وهؤلاء الزوار ليحكي لنا تفاصيل أكثر ينضم معي في اللقاء الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف الأستاذ محمد المرواني نرحب فيك أستاذ محمد عبر هذه النشرة ربما لو تحكي لأستاذ المشاهدين تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة لاستقبال المصليين والزوار والمعتمرين ما هي خطة الوكالة لضمان سلامة هؤلاء الزوار أهلا وسهلا بكم ورحب بكم في المسجد النبوي تقوم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي باستقبال الزائرين وتمكينهم من الصلاة في المسجد النبوي وذلك بضمان انسيابية الممرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة في الصحة وذلك لضمان صحة وراحة وطمأنينة المصلي وتحقيقا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس كما يتم تعقيم المسجد النبوي تعقيما مضاعفا في جميع أروقته وساحاته وجميع مرافقه تحدثنا أستاذ محمد مع هذا البدء الثالث للمرحلة الثالثة ما هي الآلية لدخول المصليين إلى الزيارة كذلك للروضة الشريفة؟ وما هي الأوقات المحددة لذلك؟ يتم استقبال الراغبين في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الساحات الجنوبية ويتم لهم عدة مراحل لضمان صحتهم وسلامتهم وتسيير دخولهم عن باب السلام وخروجهم عن باب البقيع وكذلك في زيارة الروضة والصلاة فيها بقسميها الرجال والنساء بطاقة استيعابية 100% من الطاقة التشغيلية الاحترازية ما هي أبرز الإحصائيات والأمور التي قامت بها وكالة الرئاسة من خلال الأيام الماضية؟ تم تصريح لأكثر من 120 ألف للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنهما كما تم السماح لأكثر من 36 ألف في قسم الرجال في الصلاة في الروضة الشريفة وأكثر من 18 ألف في القسم النسائي كما بلغت نسبة الرضا أكثر من 94% الجهات المتعاونة اليوم مع وكالة الرئاسة سيد محمد التي تعمل على ضمان سلامة الجميع وأيضا على عملية دخول المصلين وخروجهم بشكل سلس جميع القطاعات الحكومية والخيرية تؤدي أدوار عالية في المسجد النبوي على رأسها قوة أمن المسجد النبوي، وزارة الصحة، قوة أمن الحج والعمرة، الجهات الخيرية المتطوعة في المسجد النبوي إذن كل الشكر لضيفي وضيفكم العزيز الأستاذ محمد المرواني على هذه المعلومات لا شك اليوم هلال وأستاذ المشاهدين الكرام لازلنا في جائحة كورونا هذه الجائحة التي يعني بدورها المملكة العربية السعودية وجميع القطاعات تعمل ليلة ونهار لاختفاء هذه الجائحة والقضاء عليها في المسجد النبوي الشريف تقوم الوكالة بالعديد من الأمور وبالعديد من الإجراءات الاحترازية منها فتح مجاري التهوية وفتح الأسقف كذلك فتح إزالة جميع المخلفات تعقيم المسجد النبوي الشريف في اليوم الليلة الأكثر من عشر مرات كما ذكر الأستاذ محمد كذلك أيضا رفع حافظات مياه زمزم واستبدالها بعبوات مصغرة يتم توزيعها للمصليين داخل هذا المسجد المبارك كل هذه الإجراءات والأمور والاحترازية التي تقوم بها اليوم الوكالة ضمانا لسلامة وصحة جميع مرتدي هذا المسجد المبارك شكرا لك زميل مصطفى عباس كان معنا من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة شكرا جزيلا نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل ثلاث مواجهات في ختام جولة لنلهم العالم بقمتنا نبقوا معنا أهلا بكم من جديد في آخر إحصائية لفيروس كورونا في المملكة سجلت وزارة الصحة 407 إصابات جديدة كما سجلت 433 حالة تعافن و19 حالة وفاة يرحمهم الله تعالى وقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة أكثر من 350 ألف حالة إصابة والآن هذه آخر الإحصايات العربية حول فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر وصل فيروس كورونا تفشيه في العديد من الدول الأسوية معد الصين مصدر انطلاق الجائحة فيما تجاوزت الإصابات في الهند الثمانية ملايين نتابعه وسط التفشي لفايروس كورونا المستجد في ولاياتها المترامية الأطراف سجلت الهند 50356 حالة إصابة جديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8 ملايين و460 ألف حالة الهند التي تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد حالات الإصابة ارتفعت حالات الوفاة فيها إلى أكثر من 125 ألف حالة وفاة ويتفشى الوباء بشكل خطير في ولاية عدة منها أندرا برديش وتاميل نادو وإلى كوريا الجنوبية حيث تراجع عدد الإصابات الجديدة إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى في أربعة أيام حيث قدمت السلطات الصحية خطة معدلة للتباعد الاجتماعي أما الصين مصدر انطلاق الفايروس فقد أعلنت السلطات الصحية تسجيل 33 حالة إصابة جديدة وافدة من الخارج فيما لم تسجل أي حالة وفاة أو إصابة محلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الصين التي نجحت إلى حد بعيد في احتواء الوباء أعلنت عن نمو في الواردات خلال شهر أكتوبر الماضي قاربت 5% فيما زادت الصادرات بأكثر من 11% على أساس سنوي مع استمرار الاقتصاد في التعافي من جائحة فيروس كورونا وبلغ الحجم الإجمالي لواردات وصادرات الصين أقل بقليل من 416 مليار دولار الشهر الماضي خفاض طفيف بلغ 6% مقارنة بشهر سبتمبر وصلت الولايات المتحدة تسجيل معدلات قياسية يومية في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد وسط جدل بشأن تشديد الإجراءات في الولايات التي تشهد انتشاراً واسعاً للوباء لليوم الثالث على التواري تسجل الولايات المتحدة زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي بلغت أكثر من 127 ألف إصابة تفشي المرض ينتشر في كل المناطق حيث سجلت 20 ولاية زيادات يومية قياسية ولليوم الرابع على التوالي تسجل الولايات المتحدة حصيلة وفيات بكورونا تتخطى الألف وفاة وهو أمر لم يحصل منذ أوغاست الماضي وبذلك ارتفع العدد التراكمي للمصابين إلى أكثر من 9 ملايين و700 ألف شخص والمتوفيين إلى أكثر من 236 ألف منذ بدء الجائحة وكان العدد الأكبر من الحالات في ولاية إلينوي التي سجلت أكثر من 10 ألف إصابة للمرة الأولى مع تسجيل زيادات قياسية في ولاية عدة العديد من المدن والولايات فرضت قرارات حضرة جول أو حدد من تجمعات لكن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء على المستوى الاتحادي حيث وضع الكمامات ليس إلزاميا في 17 ولاية وبطبيعة الحال لم تكن المؤسسات الفيدرالية بمنأة عن الفيروس حيث أبلغت محكمتان اتحاديتان عن حالات جديدة فيما أكدت مصادر في الرئاسة الأمريكية إصابة كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بالمرض ليصبح أحدث شخص في الدائرة الداخلية بالبيت الأبيض يصاب بالفيروس وكان ميدوز مع الرئيس دونالد ترامب يوم الانتخابات في اجتماع مع موظفي الحزب الجمهوري وصلت العديد من الدول الأوروبية تسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيما أعاد بعض دولها الإغلاق الجزئية وإعلان حالة الطوارئ في مسعى للحد من الارتفاع المستمر في الوفيات في أحدث تعداد لبيانات السلطات الصحية أكثر من 300 ألف وفاة في أوروبا جراء فيروس كورونا وتعد أوروبا المنطقة الثانية في العالم الأكثر تضرورا للاحية الوفيات بعد أمريكا اللاتينية والكاريبي التي سجلت أكثر من 400 ألف حالة وفاة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أن قرار العزل في إنجلترا ضروري لاحتواء الموجود الثانية من تفشي الفيروس وبعد أن استبعد جونسون على مدى أسابيع احتمال فرض عزل تام قرر أخيرا أن يحذو حذو دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وإيرلندا وبلجيكا وتعرض جونسون لاتقادات لتأخره في فرض الإغلاق بعد الارتفاع الكبير في عدد الوفيات والذي وصل إلى 48 ألف وخمسمائة حالة وفاة وإلى البرتغال حيث أعلن الرئيس مارسيلوري بيلو دي سوزا حالة الطوارئ الصحية لمدة أسبوعين على الأقل لاحتواء الموجود الثانية للوباء اعتبارا من الأسبوع المقبل وقال الرئيس أن هذا القرار يعطي الحكومة الوقت الكافي لاتخاذ قيود أكثر صرامة في مواجهة فيروس كورونا المسجد وتشمل هذه الإجراءات حضرة تجول الليلي على غرار دول أوروبية أخرى وقياس درجة حرارة الناس في أماكن معينة وكانت السلطات البرتغالية أعلنت حالة الطوارئ لستة أسابيع خلال الموجة الوبائية الأولى أكدت أرمينيا وقوع معارك شرسة مع القوات الأذربيجانية ليلا قرب بلدة شوشا الاستراتيجية في إقليم ناغورو ذو قرة باغ المتنازع عليه المتحدثة باسم يزارة الدفاع أكدت إحباط العديد من الهجمات من أذربيجان حول المدينة الاستراتيجية والتي تشهد معارك عنيفة منذ أسابيع من قبل القوات الأذربيجانية في محاولة للسيطرة على كبرى مدن قرة باغ وكانت المواجهات قد اندلعت واخر شهر سبتمبر الماضي بين أذربيجان وإرمينيا للسيطرة على قرة باغ وأودت المعارك بحياة أكثر من ألف شخص بينهم مدنيون رياضيا اختتمت اليوم منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور كاس الأمير محمد بن سلمان التي حملت لنلهم العالم بقمتنا بثلاث مواجهات في اللقاء الأول وعلى ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة تغلب فريق الأهل على مستضيف العين بأربعة هداف مقابل ثلاثة في لقاء مثير جماعهما في استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة سجل أهداف الأهل عمر السومة ثلاثة أهداف وصامويل أوسو بما سجل أهداف العين سفير تايدر وحسن الحربي وأمادو متاري وفي اللقاء الثاني من الجولة ذاتها والذي يقيم على ملعب نادي الفتح تغلب نادي الشباب على مستضيفه الفتح بثلاثة هداف مقابل هدف سجل أهداف الشباب ترك العمار هدفين وفابيو مارتينيز فيما سجل هدف الفتح سفيان بن دبكة وفي ختام لقاءة الجولة الرابعة من منافسات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان تغلب فريق النصر على ضيفه القادسية بهدفين دون رد وذلك في اللقاء الذي يقيم على ملعب استاد الأمير فلسر بن فهد سجل هدفين نصر عبدالله العمري وفراس البريكان ختاما لنشرتنا هذا تذكير بأبرز عنوينها الرياض تحتضن المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع وسائل إعلام أمريكية بايدن الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة بعد فوزه بأصوات بن سلفينيا ترامب يؤكد عزمه المضي قانونيا ويحذر بايدن من إعلان الانتصار كورونا يواصل تخطيم الأرقام في أمريكا وأوروبا تشدد الإجراءات لمكافحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة